شهدت الضفة الغربية المحتلة المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في مدنها الكبرى في عملية اقتراع لا يتوقع أن تغير شيئا في المشهد السياسي وهذه الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1995 في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاما أكيد هذه الانتخابات ستمهد لانتخابات التشريعية والرئاسية لأن إذا كانت ديمقراطية وانتخابات ناسية حرة لا يوجد أي مشكلة تساعد انتخابات التشريعية والرئاسية نتمنى لجميع الموافقة التوفيق طبعا وشهدت خمسون مدينة وقرية عملية تصويت من أصل 127 تجمعا كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع لكن معظم التجمعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في 29 موقعا في دليل جلي إلى حالة الأحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين هاي أول مرة إلي بنتخب من عشر سنين كنت مقترب في أمريكا وبتمنى زي ما حكيت القائمة اللي بتفوز أنها تخدم البلد وتخدم المواطنين ونرتكف البلد مع بعض إن شاء الله ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة بسبب مقاطعة حركة حماس والتي كانت قاطعة أيضا الانتخابات الأخيرة في العام 2017 وكانت حماس اشترطت للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ترجمة نانسي قنقر